تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب فايف البرنامج اللي بحب أذكركم دائما أنه ديمقراطي بحكي فيه رأيي بحريتي وبستنى رأيكم أنكم تحكوني التوب فايف تعاونكم بحرية أيضا حلقة اليوم نتكلم فيها عن مباريات غير قابلة للفهم ومباريات حصلت وصدمة كرة القدم لليوم ما إلها تفسير واوح ما منتكلم عن مفاجأة فريق صغير هزم فريق كبير ما منتكلم عن نتيجة كبيرة على فريق كبير بين فرقين كبار يعني مش هحط بايرن برشلونة 8-2 لأنها مفهومة بشكل أو بآخر فريق سيء نفسيا مفكك داخليا بلعب ذهاب واحد بس ما فيش ذهاب إياه تلقى كبرة النتيجة حاول يلعب أحبط اكتأب حتى لو لوحطوا إعلام ما تعب كثير يفسر الثمانية 2 رغم حجمها وكبرها نبدأ في المباراة الأولى ألمانيا بتسحق البرازيل سبعة واحد في البرازيل برازيل كان عم بتأدي مونيديال جيد ألمانيا كانت جاي من فوز صعب على الجزائر وفوز صعب على فرنسا طر نوير يعمل تصدي إعجازي أمام بنزيمة عشان يوصلوا بهدوء لدور نصف النهائي ألمانيا كانت ربما ملطق تفوز لكن سبعة واحد كثير على البرازيل في ملعبها وسبعة واحد للي ما بيعرفوا يعني تصريحات خرجت من لعبين الألمان أنه حبينا نهد الرتم بالشوت الثاني يعني كان ممكن تصير أكبر من كثر مكانات صادمة للبرازيليين طلعت تسريبات إعلامية غريبة اللي يقول لك تم تخدير اللاعبين واللي يقول لك تسمم اللاعبين لأنه مش قادرين يستوعبوا كيف البرازيل بتسقط في ملعبها سبعة واحد في نصف نهائي كأس العالم مباراة غير قبل للتفسير أعتقد ليومنا هذا في ذاكرة البرازيليين يعني هناك نوع من مسح الذاكرة ما بدهم يتذكروها وفي مباراة ربما مش مشهورة كتير حاليا لكنها مباراة دائما تستخدم كمثال على أن كرة القدم ممكن يصير فيها كل شي تعتبر أكبر خيب في تاريخ مباريات منتخب إنجلترا رغم أنه خسر نتائج أكبر منها هدف مقابل لا شيء لأمريكا في مونديال 1950 على إنجلترا منتخب الإنجليزي كان منتخب كله محترفين بالمفهوم الاحتراف في ذلك الوقت عنده دوري إلو عشرات السنين جاء له فريق معرفش كرة قدم مجمع تجميع إشي مولودي بهايتي على هيك مفيش دوري مفيش شيء اسمه كرة قدم في أمريكا فأمريكا هزمت إنجلترا واحد سفر لمستوى يقال أن الأمريكان الثاني يوم ما عرفوا أنهم فازوا على إنجلترا في كأس العالم من كتر مهمة مش مهتمين المباراة هذه التاريخية أنه بريطانيين حتى الآن بيعتبروها أسوأ شيء صار لتاريخ هذا المنتخب الإنجليزي وبنفس الوقت إن عمل عليها كتاب مباراة واحدة The Game of Their Lives وحول هذا الكتاب لفيلم موجود ترى بتقدروا تعضروه والمقصطح حلوة وفي مباراة أعتقد تفسيرها صعب لليوم تخسر 4-0 بالذهاب تفوز 6-1 بالإيابة ممكن تصير ريمون تادة لكن تفاصيل ريمون تادة ببرشلون ع باريس سان جيرمن غريبة جدا الغريب جدا فيها إنه وصلنا للدقيقة 88 ونتيجة 3-1 مباراة خالصة خلص روحوا يا شباب لا طبعت 6-1 وهذه الصدمة شي الثاني الغريب إنه برشلون أشاد 7 شوتات بس 6 إجوكوان سدد يعني بين القائمين تحديدا سبع تزديدات وست أهداف الشي الغريب الثالث إنه تسرب فيديو للاعبين من باريس سان جيرمن قبل المباراة بقولوا آه مواغلين نخسر 5-1 ونتأهل مباراة غريبة بكل تفاصيلها بكل مجرياتها بإدارتها من سان جيرمن بطريقة الأهداف اللي تلقاها سان جيرمن كل شيء كان فيها غلط لكن الصح فيها إنه برشلونة قدر يتأهل وخلونا في إسبانيا في المباراة الرابعة أركوركون فريق درجة ثالتة في كأس الملك 2009-2010 مدرب ريال مدريد بيلي جريني يهزمهم ذهابا في دور الـ 32 من كأس الملك 4-0 المباراة من كثر مكانة صادمة كانت دور الـ 32 في كأس ملك إسبانيا وعلى الصفحات الرئيسية في صحف معظم دول أوروبا الكبرى في كرة القدم لأنها هزة هزة سميت هذه المباراة إلى اسف اسمها الكوركونازو أعطيت اسم بلظ عن المفاجئة الكبرى اللي فيها هزة على الكوركونز بفضل هذه المباراة إجت العقود رعاية إجاله المتمويل يعمل ملعبه بفضل مباراة واحدة في تلك المباراة أقيل في الجرين ما لو كمل الموسم تلقى أربعة وإنت عامل إعادة هيكلة بالصيف وبتحاول تقدم كرة أفضل من فريق درجة ثالثة كانت شيء صحب جدا لليوم ما في تفسير ما في منطق يخسر يا مدريد أربعة سفر حتى لما يخسر من برشلونة نفسه رغم أنه تعرض نتائج كبير من برشلونة بس حتى لما يخسر من برشلونة أربعة سفر بتقول والله غير مفهومة فما بالك في فريق درجة ثالثة وواحدة من مبارياتي المفضلة كمثال في كرة القدم أيندهوفن وفينورد هي رقم واحد بالتأكيد في عام 2010 أيندهوفن سحق فينورد عشرة سفر الموضوع مش هون الموضوع أنه شوت الأول طلع تنين سفر شوت الثاني عشرة سفر لسه الموضوع مش هون في الغرابة طلع مدرب فينورد ماريوبين وأصدر بيان واضح هي قال هذا يوم أسود في تاريخنا وطلع نادي فينورد في بيان واضح صريح قال لك هذا يوم أسود وأسوأ يوم في تاريخ النادي بس مش هنطرد المدرب لأنه وضح ما في المدرب بيخسر عشرة سفر لما نخسر عشرة المشكلة مش في المدرب المشكلة في الإدارة أو في اللاعبين فهنحل المشكلة وين أنا بالنسبة لي العشرة سفر طبعا قمة الغرابة بين واحد من الثلاثة الكبار هم فينورد آياكس وأيندهوفن بس اللي أغرب أنه كمل المدرب وبعد ما كمل في القياب قبل ثلاث جولات من نهاية دي الموسم فينورد لعب مع أيندهوفن راح فينورد هزم أيندهوفن وهذا المباراة كانت سبب بفقدان أيندهوفن الصدارة فينورد خسر عشرة لكنه منع أيندهوفن يجيب الدوري في القياب بلقاء رد اعتبار مهم جدا بنفس المدرب اللي تلقى عشرة نصل هون لقائمة أغرب خمس مباريات بالنسبة لي باستنى منكم قائمتكم والسلام عليكم ورحمة الله